أفدت بلدية نصيرات بأن الاحتلال الإسرائيلي دمر نحو 25 ألف متر مربع من الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية وخمسة ميادين وتقاطعات رئيسية وذكرت البلدية في بيان أن الاحتلال دمر 12 بئر مياه ونحو 4000 متر طولي من شبكات المياه و15 من محابس المياه ومحطتي تحليات مياه كما تم تدمير عشرة مولدات للكهرباء تعمل على تشغيل المولدات لضخ المياه و6 من أنظمة الطاقة الشمسية التي تخدم مرافق البلدية وشارت إلى ترقم نحو 20 ألف طن من النفعيات في الشوارع وحول مراكز الإيواء بسبب نفاذ الوقود وتدمير عدد من أليات البلدية وكذلك منع وصول تواقم البلدية إلى عدد من المناطق في النصيرات